السلام عليكم ورحمة الله أخوات والإخوة الكرام الأعزاء أولا نقبل كل شيء نبغي نقول لكم توحشتكم بزاف 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 والله العظيم ربي شاهد أن أتوحشتكم وتوحش التواصل معكم أخوات والإخوة الكرام بعد آخر فيديو اللي كنت درته يا إما السبت يا إما الحد 18 أو 19 شتنبر 2021 كان واحد السيد قال لي ما كرانها كشاسي محمد زيت طول في حلقة دير رحلة العدد قلت له أولا مسألة الأولى هي أنه درت كتاب وهو قيد طبع باقي دابة تأخر لي ظروف اللي غنقول لكم ومسألة الثانية هي أن الإنسان مادم في هذا البلاد فهو معرض أنه يتعرض للعدب والعدب والعدب وبالفعل بعد نهار أو يومين أنا مبقيتش عاقل الفيديو ومبغيتش ندخل نشوفه وقع واش كان السبت أو الحد المهم للتنين تم اعتقال ديلي واحد طريقه لديها ومبعد تبين أنه عندي شيك بينون رصيد الشيك بعدها كان موضوع ديال الشيك المهم كان موضوع ديال واحد الشيكية تقدمت بها ضد هذا السيد لأنه ما أعطيت له في إطار بعشراء أو ما شابه ذلك أعطيت له لأنه صادق قديم وكانت عنده ظروف مأساوية وعطيت له باش يحل يحطو ضمان عند واحد السيد على بيد من ترسل الأخت ديالو واحد المبلغ مهم بالحساب ديالي باش ياخد واحد يسكن في واحد دويره فإذا به دفعوا دفعوا تم الاعتقال ديالي أم بعد الاعتقال انهار للورف كوي سريع مشات الأخت ديالي عندك السيد وعطاته واحد المبلغ واللهي مكي تسني التفرق قسمان بالله وسأوتبثو ذلك أعطاته واحد المبلغ ودير للتنازل أشغي دير فهل التنازل دير التنازل لفائدة ضغي محمد عن الشيك موضوع الشيكية دير رقم الفلان فلاني ودير رقم خاطئ عنوة بالعاني دير رقم خاطئ باش ميت تقبلش احنا ما نعرفوش بأن الرقم خاطئ ديروا للموليس على دك التنازل واحد المحضار ربشيت المحكمة وانا نخرج في حالي فإذا به تم اعتقالي وإذا عيد السجن ديال العريش واحد العريش واحد من بعد يومين طلعت سميتي في المندوبية ضغاية هذا اللي كان كي يصبن فينا أشغي نديره غننديوه العريش جوج يبقاش في العريش واحد لأن العريش واحد فيها الزحام وفيها بزاف ما يتقال دوني العريش جوج سجن جديد قيت تم إلى حين الحكم عليها بسنة ونصف بعد ما تم الحكم عليها بسنة ونصف تم ترحيل ديالي السجن ديال راس الماء بفاس في واحد الحي أمني اللي والله كو كان شي واحد قلي بأن هذا الحي أمني يوجد بالسجون المغربية قسما بعزة جلاله منتق به حي أمني كي دير فيه جوج ديال الطوابق طابق صفلي الطابق العلوي طابق صفلي فيه جوج ديال الممرات كل ممر فيه 26 غرفة غرفة كي دير فيها المعتقل الحويجة دياله اللي كي يلبس والكواش دياله داك شي وغرفة كي يسكن فيها واللي هي كتقدر المساحة ديالها ثلاثة متر ديال الطول على الجوج المترونس ديال العرب فيها الطوالت والبلاصة مبنية فين كي نعس وحد دوش لاسق هذا البلاصة يعني إذا محيتي الدوش غرقت ديالك الكواش ديالك بالماء الكواش انتفه الباس كي ما قلت كي أعطيو الباس جنائي كي دير هذا الباس كينا سروال ديال القطن طويل ديال الحم اللي كنقول إحنا سروال ديال الحم داخلي واحد صوفيتما بالكمام طوال التهوية شبه منعديما في ذاك الغرفة لأن واحد الشرجم فيها فيه مترو ديال الطول وفوقي طريقة وفوقية وخمسة وثلاثين حتى ربعين سنتيم ديال العرض يعني التهوية شبه منعديما الباب مصفح فيه واحد طريب الججاجة بش كي تطلوا عليك منها فيه واحد البوابة صغيرة شكي ديرو بذاك البوابة هي اللي كيدخلوا منها الماكلة وهي اللي كيقوموا من خلالها بتصفيد اليدين ديال الساجين اللي غاي خروج من ذاك الغرفة فين غاي خرجت الساجين الغرفة غاي خرج لواحد الأقفاص شتي ديال القفوزة اللي كات يمكن شتوهم في غوانطانامو ذاك القفوزة اللي كيدخلوا الساجين مصفاض الأيادين إلى الخلف وكيدخلوهم تماما ويبقى يدور 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 ومليكن خارج عبتاني يديوه يصفده ويديوه حتى الغرفة دياله يدخلوه يسدو عليه خارج يدوه بطريقة الوراء يزولو الأسفاد ويمشيوا بحاله مليك تخرج للتليفون كتخرج بالأسفاد تهضر في التليفون أنت مصفض تليفون عشر دقائق في سمانة تمشي الطبيب ديال السنان مصفض تمشي الطبيب خارجي هذه الكاريتة أسفاد في اليدين ورجلين سوف نجيلها تمشي للطبيب العام تسفاد تمشي تحسن راسك أو وجهك أو لدابة تسفاد مهما كينشي حركة خارج الغرفة اللي كتم بدون ما يتصفض الإنسان هذه واحدة مسألة إذا فضيل الحرارة اللي كينفاس نقدر نقول لكم أن أصعب الصيف دوزتو في حياتي هو الصيف ديالالفين وواحد وعشرين والصيف الصيف ديالواحد وعشرين لا مشي الصيف ديالواحد وعشرين الصيف ديال ٢٢٢ أن الحرارة كفاس كتوصل خمسين ولكن داخل ديك الغرفة يمكن تكتوصل ستين وسبعين والله ما تقدر تقيس لحيط تهوية ما كينش كينش ترجم واحد وما عندك ما تشم منه العافية ضربة فيه الغريب أن حتى الملابيس اللي كتبسها داخل الغرفة يا إما تعرتوا اللي بحال طرزان ولكن وختوا اللي بحال طرزان ما تقدرش نعس فوق ذاك الكواش لأن يشعلوا فيك العافية كتبت بهم كتصبح بحلي شي واحد مهرق عليك الماء الماء عندهم ديال العين أو لله علمك كي هو تسخون من روبيني لدرجة أنك تكره أنك تخسلي الدك أو لا تدوش به لأنه إذا دوش دي بيخسك نهارو أنت كتسنة تنشف من العرق واحد الكاريتة ما نقدرش نعود للكوم عليها ما نعرف ما نوصفها إذن هذا الطبق صفلي طبق صفلي قلنا أنك يخرج الإنسان فيه الأقفاص اللي هي في غوانطانامو شفناها في غوانطانامو أمريكا ما ديرها داخل الترب الأمريكي ديرها في غوانطانامو القضايا خاصة للأسف المندو بيد السجون دارت هاد الأقفاص في السجن ديال العاصمة العلمية الفوق كاريتة أكبر وأكبر من ذلك الفوق كينا واحد الغرفة في حل ديك القبور لما عودوا للناس اللي كانوا في ساكني الفوق واحد القبور ديال الميصريين والفوسحة ماشي في الأقفاص الفوسحة في واحد الفناء صغير ورلاسق في الغرفة فيه متر ديال الطول على ستين أو سبعين سنتيمتر ديال العرض اللي كي خرج تماي الله كيشوف الباصيس ديال الضوء أما الشمس والله ما شافه ولا غيشوفه الشمس ما كيشوفهش وكي الناس دوغزو تماي تقريبا عامين تلت سنين بلا ما شافوا الشمس ستقول لي كيف شهد الحبس كاين في المغرب وفينا اللي جاندي الحقوق الإنسان وفينا هي المنظمات الحقوقية وفينا هي النيابة العامة وفينا هو قضاء من في العقوبة وفينا هما وفينا هما وفينا هما نقول لكم واحد الحاجة والله على ما أقول شهيد والكاميرات تهي شهدا أنا مشيت لديك السجن أنهار 18-23-22 تافقين معي عمر شي واحد من النيابة العامة أو لم قضاء تحقيق أو للجنة الجهوية لحقوق الإنسان أو غيرهم ما جاء كيتفقد الغرف ديال السجناء ويشوف السجناء أشواق عليهم يمكن واحد المرة ولا جوجة شي نائب وكيل ماليك واحد المرة شي قاضي دير تنفيذ العقوبة كيمشي للغرفة اللولة من الكل كل ور كيشوف ويرجع بحاله وإذا كان شي واحد بغي يكدب نرى الكاميرا المراقبة كينة نقول لي نهضر على السبيطار السبيطار خرجتنا واحد المرة أنا خرجت لي واحد لابوس في الدي أعصاب ولله معلم دباية خرجت لي واحد أخرى كل مرة كيخرجوا لي كيتنفخ لي لي الدين ديالي واحد الكورات ما عرض شمين نهضر على السبيطار إلى اللاوة سيدي يجب لي الأسفل في الدي وفرجلي أنا عندي شيء بدون رصيد كأنني أنا اللي مفرقع البرج ديالامريكا أسفل في الدي وفرجلي والسنسلة بين الأسفل دياليد ودرجل لدرجة أن الرجلين ديالي مرضوغي مرضوغي يحب ذاك المانوت مع السهد شهر ستاستا ألفين واثنين وعشرين المانوت مني كانت تحرك مع ذلك السنسل تقالوا داك شيكي يحردوا لي رجل ديالي والله العظيم مرضوغي بالقيح رجل ديال الشمال ديالي وراه باقي في هالأثر وأنا على إتري ذلك غنمشي عن الطبيب اللي الخبرة ديالي مقبولة لدى المحاكم المغربية من أجل أننا نحصل على شهادة وبالتالي نقوم بدعوة قضائية ضد إدارة السجن لدى المحكمة الإدارية وندير دعوة أخرى بخصوص تعديب النفسي ونقدر نقل تلك الجسدي أن الأطار عندي في الجسد ديالي نهضروا على التعديب النفسي أو التعديب بصيفة عامة المشريع المغربي قال في الفصل 131 أن التعديب هو كل آلم كي حدث على الجسم ديال الإنسان أنا ترجمتها كبدارجة وكي تسبب في آلم نفسي أو جسدي يعني كما كان آلم جسدي أو نفسي أنا رجلي مرضلي وقيحلي الآلم النفسي حديث ولا حرج حديث ولا حرج حديث ولا حرج تصور أنك تمشي للطبيبة ديال الإنسان يدك منصف ضيل الوراء وهي قال ساكت لعب لك فمك لا تستطيع أن تزعزع تمشي أنت تحسن يدخل لك الضغب في فوسط عينك أو فمك ما عندك لك تزوله أنا مكوانسي إذن هذا ما سنسميه هذا سنسميه التعديب 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 ما نهضرهش على ذلك الناس اللي الفوق لأننا مليكانتك تكون عندنا الدرجة للحرارة خمسين أو ستين أو سبعين في الغرفة يمكن هي تكون عندهم قاتلة لأن فوق منهم كنا واحد الثقاف اللي فوق منهم طالينه بالزفت الفوق صوروا أن الشمش ديال الفاس والزفت ضربة فيه الشمش أشغي يدير الناس اللي تحتمنوا الثقاف اللي فيه الزفت الناس اللي تحتمنوا كيرا يكونوا الموت الباطئ أنا في مرض الربو كان كل ما نمزوج فيكم حلو عدك ديك الشباك ديال اللي كدخلوا منه المكلاعي يوقع واحد الكورون ديرو حالتهوية كان فرح منك يجيبوا الفطور أو الغداء أو العشاء اللي كتفرق نورمال ونف ربعة ربعة ونص خمسة باش عدك القصيم كان شي شي موضاف تمام منك يكون هو في السيربيس كيدوز يفتح داك اللي جيشي كاملين داك اللي جيشيات كاملين باش أعرف أنه باش عاله هو يدخل واحد ولكن راح عذاب أليم عذاب شديد ومن هذا الأساس هذا أنا كان طالب من آمين أبو عياش أن هذا تفتح تحقيق جدي في هذا اللي كي وقع في هذا السجن هذا كان طالب كذلك من رئيس النيابة العامة أنه يدير خدمته راه القوضة ديالنيابة العامة أنا درت إضرب ديال 13 ليوم جي عندي قاضي ديالنيابة العامة نائب وكيل ماليك أشقال لي قال لينا جيت عندك نشوفوك قالوا لي راك مضرب المسألة وما فيها أنه نحن ما كان ديروش قد بدير ديالي المحضار باش يعني في المحضار انضمنوا صريحات ديالي اللي كنستنكر فيها ما يقعوا لي وأنا عندي تهمة بسيطة يحطوني أحدا واحد من داك الناس اللي قتلين اللي قتلين داك الأجنبيات وسمعته وندخل في نقاشات اللي ممكن تنوض لي مشاكل وزيد 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 إذن يدير تحقيق السيد جاقل اللي احنا ما كنكتبوش محاضر هنا ما شيف حال طنجة وما شيف حال الشمان احنا ما كنكتبوش المحاضر قلت له جلد النيابة العامة ديال فاستبعل شي شي دول أخرى قلت له ما كان السيد ووكيل مالي قلت له را 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 باش غتعرف أن أولى السلطات القضائية باش غتعرف أنني أعليش دير هذا الإضراب هضرت معك شفويا اللي قلت له شي حاجة اللي تبقى مكتوبة باش على إطر هاد شي من نخروج نعمل الشاكاوة ونعمل دعاوة إلى آخره داز هاد السيد جا رمضان حبستنا الإضرب على الطعام بعدها المدير اللي يدست عنده وشكلنا هو هو اللي كان معي في السنترال وحضرت عليه وكتبت عليه في الجرائد طاحت عنده جاته الزردة عنده الزردة سيد جيته في الدو ويدير بيها مبعا دوز ذاك رمضان هذا صبرت كنقول على الله كتبت شي كايات ما كينتا حاجة تاواحد مدافية وعلم الله وجدك الشي كايات كانوا كيخرجوا أو ما كيخرجوش الله أعلم احتى ذك الصناديق اللي موضوع في الأحياء في القانون 23-98 يدير فيها الإنسان الساجين رسالة للسلطات القضائية المندوبية العامة اللي كتمشي في إطار واحد السرية أو ما يسمى بالأضريفة المغلاقة أو الأضريفة المختومة ما كينش يعني أي حاجة كتبتها إذا كتبت شي كايات بشي موظف يقدر الموظف الأخر يقول لك ما ندي هلك شي أنا موظف وقع لي معاه مشكل وكتبت به شي كايات موظف الأخر اللي معاه قال لي ما غنشداش من عندك تيجي هو وعطيها له واش هادة السطور واش هادة عرقالة واش هادة خرق ومنع من واحد الحق دستوري وحق في القانون 23-98 حلل وناقش كما بغيتي المهم رسائل عيت نكتب ما كينوالو الخطير في الأمر ما عندك شي بي شفتوه ما غيبرا شي هادندي هذه المرة والله ما غيبرا أنا قررت أن نقاضي كما قلت منذوبية العامة ونقاضي ذاك الموظفين بالتعديب بخصص الموظفين منذوبية العامة أنا غيمسحه في الموظفين غنقاضيها في محاكم إدارية ولا سيما أنني مليسة لك المحكومية اللي دخلت في مدة الإكره الباداني الغرامة للشيك الإكره الباداني تحدد في ثلاثة أشهر لإكره الباداني في القانون أن الإنسان مليكي ولي مكره بدانية ما كيبقاش على حساب المندوبية شأنه في ذلك شأن المعتقل الاحتياطي والشي كين في القانون ديرت إضرب على الطعام قلت له أنا كنحتج لأنني مكره بدانيا وكانت صفض وكانت كرفص وكان هذا أنا وضع لي واحد الحرب وشكال جاء عندي نائب ديال الوكيل العام ستيام علاش أن مرة الأولى جاء عندي على 13 اليوم أن أنا معتقل محكوم نهائيا ولكن لي وليت اعتقال احتياطي أو لا اعتقال مرتبط بالإكره الباداني يجع عندي في ستيام قلت له السادة ناتشي قال لي وعيد واحد سيد ديال الجريف بعدها واحد مسألة من كيجي وكي الماليك واحد الخاطير كينفاد فاس وكي الماليك كيستامع الساجين كيتشكب الإدارة بحضر موظفين ديالإدارة الوكيل كيمشي بحاله الموظفين كين قلو داك شي لسميته الموظفين أو للإدارة أو للمدير وكي زيت كرفز داك الساجين كتار وكتار وكتار المهم المرة اللي جاء عندي نائب الوكيل المالي قلسوا معي موظفين شفتراسي أنا غندخل نزيد باقي لي واحد الموظفين كنت باقي من وصلت نهاية الوقوبة جاء عندي نائب الوكيل العام قلت له صافرة هنا داك شي اللي بغيته راه وصلت الوكيل العام شي كي ديالي وصلت عن طريق العائلة دبت عليه يعني ما بغيتش نقول له الحقيقة قلو راه صارت تام عاشي واحد من العائلة شغل نقول له وأنا بغي نتشكى على رأسي والناس قلسين حدا يا جوج رئيس مكتب الضبط القضاء ايوات شي مسجلوا الكاميرات وموظف ديال المخالفة قلس إذا ولكن مني جاءت المرة ديالي ضرب على الطاعة مجال نائب الأول ديال الوكيل العام استمع لي قلت له ما يقلس معنا التا واحد بالفعل قلس أنا والنائب الأول ديال الوكيل العام وجوج ديال القضاء متمرينين كنظن في نيابة العامة جاءوا معاه قلت له أنا ممكن شهو الساد أنني مكره بدنيا وكنت عامل بهذه المعاملة مصفات طيلة النهار مخرج الأقفاص الحديدية ما مخرج لمدة طويلة هذا الشيء ما ماشي قانوني جوا ضربية قال لي باللاتي عايت لهذاك الموظف ديال القريف قال له وش كين شي نص قانوني والنص قانوني السيل الوكيل العامرة ما ماشي عند الموظف ما كينش في القانون 23 فقط كينة في القانون ديال المصطرات جنائية لأن محكوم بالإكره البدني راه الدولة ووزارة العدد كتخلص المندوبية عليه مية درام في النهار يعني ما بقاش على حساب المندوبية ولا على حساب قاضي تنفيذ العقوبة هو اللي يخصو الشرف عليه وما يخصوش يكون كي يتعامل بهذه المعاملة هذه أنا الدخلة والخرجة بالمانوت وأنا مقاش نخرج أنا للك القفوزة حسيت براسي واللي تقرب كتر من القروضة إذا قلت له السيد الوكيل العام أنا غنقاضي هذه الإدارة وهذا ما سيخرج قال لي ممكن أنك تأخذ تعويض شوف هذا السيد كيف يحضر على التعويض لماذا أنا مفروع في ذاتي خرجت فيها طبائع في صدري ما عرفتون ما هو محزاز ما هو موادد بالأعصاب ديبول خرجوا لي فيه ديبول العظيم خرجت بالبارح خرجت بالبارح خرجت بالبارح أشوقا لقيت اليوم عندما تصبح لقيت كورة نايدة في الغمرة ديالشمال وكورة ديالشمال كورة ديالي من حليفين والبونج الداخل لماذا أعصاب وشكار دار لي هذا الشيء وشي مصيبة سياتيك قتلني مسائل ما نقول ما كونش كان يمشي الطبيب الطبيب تم ما كان نشوفه باش ما نكونش كان كذب كنت كان نخرج عن الطبيب وكن سنيع الدول اللي كنا ناخد ديال السياتيك أو ديال السكار أو ديال الضيقة ولكن الطبيب تم ما الطبع ما عنده ما يدير لي كعتيني كل مرة كي يجرر في يدوه الطبيب اختصاصي ما نقدرش مشي عنده ما نقدرش مشي هنا بلماي نطفيدي وفرجلي وذلك الجدر من اللبسي للزرق ولكحالو أنا عندي شي كفيد الرصيد أو دخلت في المدة ديال الإكره لبداي ما يمكن شيء هذا كي غيثة عظمة ما كانش معا من تهضر ما كانت واحد كي يجيب شتي المودير جي المودير جديد تبدل المودير القديم مع فوق لوشي مشاكي له لهذا أننا سعيد تشكى به وأنا غير مذكر اسماء اللي شكت به جاء مودير جديد جاء بقى كي يقول لا غاتمشي والله أنت ما غاتمشي بحالك من هنا أنا قل لي را كتبت بك المندوب وقتلوا بي أنك أنت مكره بلدني مخصكش تبقى هنا جاء واحد رئيس الحي قلق اسماء بالله لا بقيت معانا هنا جاء رئيس المعقل قلق اسماء بالله لا بقيت معا وشكي قولوا لي علش جيت أنا من العريش لهذا فاس وهذا مرلك حلاوة قال لك قالوا يحكى أنك بغيتي تدير شي فيديو فاجت فيديو في العريش وش أنا مسطي ضربني الله اللي غندير في فيديو في العريش وش أنا عارف المندوبية قد تاكل علي الشروط علما أن في العريش عملت معاملة مزيانة باش ما يكونوا واضح محاضيني مديري معي واحد ناسا الثلاثة اللي متبعيني يعني شكا نقول ولكن معاملة مزيانة ما نكتبش على الله ما نكتبش على الله نطيح الباطل على الناس ولكن ذاك شي اللي يتمارس عليها في فراس الماء التعذيب ممنهج ما أعرف شو أشهد المندوبية متفق على ذاك شي أو لا اجتهاد ديال الناس اللي في الحي الأمني باش يبينوا أنهم كيديروا شي حاجة خارق العداء وبناء عليه غيكتبوا تقارير اللي غتخلع المندوبية تقولوا لما الناس ما كرماش نطمروهم مش يعزين نخليهم في ذاك الحي أمني هذا المسائل أنا قلت لك كنقول لكم أن للأسف القادة ما درج خدمته وأقولها بصدقين ونقدم الشيكاية رئيس المنتدف ديال السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة واليوم اليوم اليوم صرت الواتساب لي 큐 bosses صرت له اوديو قلوا فيه أن أنا وزير العدل قبل أن يكون وزير العدل وقلتها في واحد الفيديو وقام تكتعلقة السياسين وزير العدل عندي معها辦法 طيبة قبل أن يكون وزير العدل وقدم لي خدمات الناس وقدموهم مجانا صراحة وقدم لي خدمات تاليانا واحد المرة وقدوه هو واسم صطافة رميل وزير الدولة في حقوق الإنسان ما كان منكرش الخير من لي كانت البنت الكبيرة بغى تمشي الأوروبا وكانت القضية فيها اسميته العرقة لدي الفيزات على كوفيد تصلت بوزير الدولة في حقوق الإنسان كما مسؤول على حقوق هالطلبة اللي غيمشي ولي بدأت القرية في إطار القانون بدأت القرية والفيزات ما تعطوا لهم شي غيضيعوا في القرية ديالهم وخلصين الفلوس وهذا قدوى السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان وعندي قضيو دياله السيد وزير الدولة هذا قال لي أنا غنتصل لسيد دغاي ووزير الخارجية وهبي كان ذكس رئيس للجنة في البرلمان أو ما عرف شنوت وقال لي عندي صديق في الخارجية وغنتصل به إذن هاد الناس خلاني هاد شي أنني دبم لي خرج وزير الدولة في حقوق الإنسان ما بقلش عنده منصيب ولكن السيد ووهبي رسلت له اليوم 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 رسلت له أوديو شرحت له فيه كل شي وقلت له يتمنى راسل الخرق القانوني اللي يتمارس عليه في المحاكمة ديالي وقدمت لك طالب ديال إعادة النظر في الحكم ديرت شيكاية الرئيس المنتدى بالسلطة القضائية ديرت شيكاية الرئيس النيابة العامة ولكن ما كان شي واحد تهرك ما نهضر على القضية أننا نهضر عليه التفاصيل ونضع الوثائق ودلأ الدامرة القاطعة التي لن تترك أشكل أحد نهضر على هذا السجن هذا السجن واحد الصديق تم اسمه عصام الفونتي أشو قاله فوقعه مع المدير راشيد اللي كان اللي ديجا كان معي وحضرت عليه فاسميته في الفيديوهات السابقة فقالوا معه مشكلة أشغي يدير هاد المدير والشي مععود على القضاء دابا تاهموا بأنه كيتناول أقراص مهلوسة هذا الاسم ديالو عصام الفونتي من فرخانة وما هضرت عليه دابا حتى توصلت من العائلة ديالو بكل الشكاية اللي وضعتها بالمدير ديال السجن أجل ابتزاز أزيد 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 وعندي مش حتى إذا شي واحد قلي أو لمشو ضغط عليه أنا عندي الدليل بأنه توصلت وشي كاية درت عائلته للمجلس الوطني الحق والإنساء رئاسة النيابة العامة السلطات القضائية ما خلت لما انشكت أشغي يدير السيد نعم السيدي تاهموا بأنه كيتناول أقراص لموهلوسة كيشريهم عن شي ساجين آخر وجاب شهود شهود السجنة رغم أن القانون ما كياخدش بالشهادة ديال السجنة لأنهم يمكن يتعرضوا للضغط وتانيا إذا كان الساجين محكوم في المحكمة العسكرية أو في المحكمة ديالغ في غرفة الجنايات الشهادة دياله لا يعتدوا بها قانونا الشهادة دياله مديزاش شد هاد الناس وقدم بيهم شكايات شكاية النيابة العامة بشتابعهم واحد عصام الفونتي يتعطى تناول المهلوسات والآخر كيبعلو والشهود شهدي آخر غدشي القدرة ديال القادير تشاء قدرة القادير لكي المدير الزلم ندوب من تم لأسباب لآلامها كيقولو الناس أنها معتطة بتغذية لأن التغذية سيئة أو رادئة للغاية 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 النيابة العامة غدت سدعي عصام الفونتي وقبل ما نكمل القضية ديالستدعاء دياله عصام الفونتي اللي هو مستهلك مثلا حسب الرواية أو الادعاء ديال المدير السجن لمستهلك جابوا لحي الأمني واللي كيروج الأقراص خلف بلاستو هذا تصوروا معي نحن نعرف أنه لكي تاجر ولي كيتعاقب المستهلك تفزدنقى كيشتدوه بجوانا أو لطبي لدي الكوكاين أو للهيروين كيقودو زواكي المالي يعملوا 500 درهم أو 300 درهم درهم كيقولو سير بحالك إنه مستهلك مرعد بلي ولكن لكي تاجر كي تعاقب إذن عصم الفونتي مستهلك للأقراص المهلويسة أبقى في الحي الأمني وتمارس عليه ما تمارس عليه إحنا جاي اللي كيبيع أبقى في الحي دير لا بغي يصدعيه من نية بالعمة غتسول عصم الفونتي لكن استهلك شي قلمك صربت لديك سيد اللي متهم أنه كيزودك بالأقراص المهلويسة صربت لواحد منضاء إلكترونيك في سميته القضية لديه ما هي السيد المدير منعليه الحانوت كيجي شي كود كيعطلوه لو كيديولو هذا ما عنده مياكل الحبس كيجي بديك الماكلة دي الحانوت مني شاف المانضاء تعطلاته هذا ما تقل ذك السيد اللي متهم أنه مستهلك قال له أعطيني 50 ألف أو 100 ألف كارتات سوف نصرفهم في الحانوت سوف نصرف كارتات في الحانوت أعطاهم لديه أنه يخلص على أساس أنه يشرح منه ويصرف منضاء منضاء علما أنه منضاء سي تسلف من عنده أشوية سيخلص عادي هذا شي معروف الحباسة سلفني أعطيني الكارتات أو للقار سوف نخلص سوف نعطيك منضاء على براء لأنه كل يخدم في الحبس كل يخدم بلانطوات سياق وهذا يأتي تليكارت ويأتي باكيد الغار ويأتي صوب شي حاجة لشي واحد يتخلص يدبر عليه الماكلة زيدة شوية يضبر معه الناس إلى أخير إذن هذا المروج في بلانطو والتهمة لصقاتهم كاملة يمشون عند وكيل المالك المروج قال له إذا كنت أنا مروج أولا في نوع المحجوز هلو لا ثانيا الدواء اللي يجيبوني أنا كنت أخذ الدواء ديال الراس ذاك ذاك مالادي بسيشيك يجيبوهم دقوق بسطي مثلا واحدة أو لجوج أو لثلاثة الأنواع يجيبوهم من دقوق ويعملوهم الوفكاز دلماء أو لفقرعة دلماء ويخلطو يقول له شربو يعني حتى إيديك سأعطي أقراص ما عندو شي كيف يعطي هذا الفرم لي يوقف على رأس يقول شربو تفكين معي إذن هذا السيد هذا يبيع مخديرات يقول له مشكلة يجيب له المخديرات وفي نوع المحجوز صوروا لديك المحجوز وقولوا عندي القرقوبة أو لحصل في القرقوبة لا مشكلة ولكن هنا هذا محجوز ثانيا هذا يستهلك فين حصلت عندي شي عاجة وفين شتوني يرجعون الكاميرات يرجعون لهذه الشهود قالوا بأن مليكن ذا المدير قالوا إحنا نعرف عصام يشري من فلان ولكن من المدير وطلعت الناس النيابة العامة وقالوا سيد را كان يخلعنا سيدينا الأمن كذا إذن لكي نواقع تراجعون للكلام وكل ماليك حل قضية التحقيق قضية استامع الناس وكان جلسة نهار 26 فالشهر وقبل اتصلت بالمحمد عصام لأستاذ محمد الشيخ من الهيئة النظور وهضرت معاه وشرحت له كين وقال لنا سنجعل لازم لا سيما أنه بعد مدخل عصام الفون تي معاهم في هذه المشاكل ما سنجعله 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 بعض المضايقات ودابا رهجة في المحامي ولقى عنده واحد الآثار للتصفيد اللي يخمج له يدو شوية تبارك الله غليض بعدك تصفيد اللور وهذا ما سنجعله الموظفين تسجن يشاف المحامي يجي عنده قالوا له قول بأن الدرك الملكي اللي يدرون ذلك ما فين الدرك الملكي الدرك الملكي الدوه من الحبس اللي يدرون ما ما هذا الطريق وهذا السيد الآثار للتصفيد والذي عمل النتوءات ودقية حشاكم وذلك يعني هذه الممارسة للتصفيد والسيدي الدوغليض والعراق وذلك المنطات لا يزولهم منها سيدي في الصابون يعملوا الحكة المنطات قدام الرومان كوحل ما لدينا قالوا قول بأن قلهم لا قلهم موقع ليش عن الجدر ميد دوني من هنا للمحكمة هذه الفاس أنا وقع لي عندكم في الحياة الأمني قول لك تعرض لمضايقات طلبني وقال لله رحم وليدك أخي الدغاي عايت لي عمي الدغاي عمي محمد أنا وليد باقي صغير شوية قال لله رحم موليد ك هذه الأمانة عندك من اللي تخرج الله يجزيك بخير لما اهضر على هذا الشي اللي واقع لي وإذا كينشي أصوات حرة وإذا كينشي ناس اللي بالفعل احتم المسؤولين اللي باقي عنده محضرة دي الإنسانية وكي أمنوا بواحد شوية دي العدل وانا الفيديو مني سأرده للسيد وزير العدل نصرر نطرط جاي في واتساب ونصرر دول ماشي يسمع إذا كينشي ناس كتبغي بالصح الحق والقانون خصوم يدخل عند ذا الحي الأمني تنتهك فيه الآدم يدي الإنسان وكي تضرب به القانون أو تضرب بعرض الحائط كين الجلسة عند عصم الفونتي والناس اللي معاه نهار 26 في هات الشهر وقيل كمضون نهار اثنين نهار 26 أنا مقيت نكاب طيو مرة إذا عند نهار 26 كان نتمنى أن إذا كينشي جمعيات حقوقية تمشي تحضر الجلسة إذا كينش صحفين دي الصح في حول الصحفين ينقلوا الوقائي الله يرد عليكم رأي 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 البرلمان الأوروبي مجرد ذلك من هار ولاح ولاح الله دراك كين الناس كتشك هم كيدوه هش فيهم بعض المسؤولين أنا كتبت الرئيس النيابة العم قبل ما ندخل الحبس باش نكون واضح أنا السيد داكي كنعرف ملي كنوكي اللي عم والله العظيم يتفاعل مع جميع الشيكاية كتبت الشيكاية بأمني وبواحد القضية معين أنا وحق الله العظيم قوكي يقلب وعلي التعليم دي الرئيس النيابة العم شخصيا في ناو الضغا يوجعوا عندي البوليس الضر أنا عندي لاكرت الضر الوالد وانا ما ساكن بالضر الوالد عندي العنوان القديم إذن قالوا مرة في الحبس تسوّلوا علي أو السقصة ولا يأتي تسوّل هذا مرة عرفون من يدو عندهم وفي الحبس قالوا مرة في الحبس يأتي نائب الوكيل العام في الحبس العريش وم بعد منا بسيما نصر ضر ضر دونية عند الوكيل العام الطنج شخصيا بناء تعليم صيد رئيس النيابة إذن سيد ذلك الله رحم الوالدين لا لدي التليفون لك أما تنصر ضر في الواتساب لا لدي التليفون لدي السيد وزير العدل الله رحم الوالدين أخذ بيد هذي الناس كان عصم الفون كان يسمى كامال حجج هذا كامال حجج وتجوّغ نحضر عليه لماذا لأنه عامل مغربي بالمهجر إسبانيا يحاول يدير مشروع المغرب وقعت الحاديثات جار هو السيد لم يكن في الدو عاد الله يحفظ الجريمة الواحدة التي يمكن الإنسان يديرها بلا ما يعقل أو لا ما يخطط لها مجموعة الحالات هي القتل الإنسان يدبز مع واحد يقدر يموت له قدر تبغي تسراق تفكر شي من هنا ونجعل نطلع مصطح وكانت تخطيط مسبق ولكن يستطيع يبسلك على مرتك على أختك على أمك يتعدى على لبك تنو تضرب ويموت لك في يدك السيد هذا كان مراد كمال حجوج كان هضر معه أنا مخلص مع شي واحد أولاد توصلت بشيكايات العائلة وجاء الناس تصمتوا بناء على الشي كيفية دارت العائلة منذ بياد السجن منذ بياد السجن تقول لهم السيد مزيان واكل مزيان نعس مزيان مرسو التاخير بي خير مع رسول في الهيلتون مسألة كتبت رئيس عائلته للوزارات الخارجية المؤسسة محمد الخامس دي المغاربة المقيمين بالخارج قلوا معه شنو جاء وشي ناس بناء على المرسلة دي الوزارات الخارجية أو المؤسسسة المندوبية تصنطلوا مشاو داروا تقريب أنه مخصو التاخير يعني دارهم كي يكذبون دارهم بحومق وهذا السيد غايكدب دارهم غايقلهم لا ما سولوه سولوه قال لهم كاين وكاين وتعرض وتعرض أشوق على هد كما الحجوش مش غاي دخول لهذا الحي أمني على حسب القول دياله بغاي يعطي رسالة أو إشعار للإضرب على الطعام في الحي ربعة أو للحي لا أريد يعطي إشعار بالدخول في الإضرب على الطعام لا ينستخدم لم يكن لديهم لم يكن لسوقها في خط假 في الغرفة لذلك يعطي أنه وتعرض وının يقول هو هو لذلك أنه لذلك صدر للصنص قبل لم يكن تشد ولم يكن دخلوا في الإضرب على الطعام فهو يقول أنا لم أريد أن أشدهم عندي الإشعارات الإضرب على الطعام أنا علقتهم الغرفة جاءوا ودروا لهم تحريض ويأتي عندهم المدير يقول له قل دركوا مبارك عليهم الشيكات إذا أريد أن تخرج من هنا قضية الخروج من هنا التصنيف معروف ستشهور إلى أقصى تقدير أربعة شهور إلى أقصى تقدير شهور ستشهر إلى اللجنة تصنيف أو المندوبية كتصنف واتشهدرت عليه في فيديوهات سابقة تصنيف مخصوش خصوه اللجنة القضائية تتبعوه بحزم قادي تنفيذ العقوبة يتبعوه بحزم وإذا كان شي تقرب شي ساجين لا إذا در على شي تعاقب وتعاقب أبوه الكلب ماله ولكن لي مداش ميتطحش عليه الباطل واسمته وتزج به ذاك الحي الأمني قبطوا هاته السيدة تضعوه في الحي الأمني يقول له أنت داركم يكتبوه أنت هنا تم تكرم لماذا هذا الناس؟ لماذا تصوروا الحي الأمني الندم ضرب فيه ثلاث سنين أو ربع سنين؟ الناس ضربت ثلاث سنين الفوق لم يرى الشمش الله لم يرى الشمش بالله يتمنى أنه يعيطوا له المحكامة ويخرجوا صبيطار ويشوفوا ضرب فيه الشمش الفوق الله لم يرى الشمش كان على القطوط الصداع القطوط وحشاكم ريحة البول ديال القطوط وتامر هالك حلا كينوالوا لم يرى الشمع بعضهم لماذا؟ لأن الجوج ديال الدفات عندهم وحضر البناء في الفوق غريب لم يرى الشمش آه فلان ويه بقى غوط في حل الحمق والله لا في حل الحمق الخطير أنه من الفوق تخروع منهم واحد كان لفوق ما هو اللي انتحر في وجه صافي مشام تم ما قبط قطر رأسه واحد خو خو اني فهذا قطر رأسه الله يغفر لهم قطر رأسه لشي أنه صافي وصلت لهم لعظم فاتت لعظم شوية على هذه الأساس قلت أن تصنيف الناس خمرات خماجت خماجت في ذلك الحي الأمني المدير مبقاش يجي عندهم حي تقال له ما نخرجكم أنا كنظن أنكين شي وحدين تم في ذلك الحي الأمني كنظن والله أعلم كيختلقوا أحداث وكيديروا شي حاجات وكيديروا تقارير والله أعلم أنا التقارير كتكتب علي كل شي حال مرة أنا أقول شي هادراء قل كتبوبي التقارير أي حاجان موظف كيتصننت خدمته ومساجن كيبرقه لأش كيقول لهم شي مساجن كيقول لهم ما إذا بغيت تخرج من الأمني أشغال دير تخرج من الأمني فقد جيبنا النوايطات كيقول يا مسكيني كتب الخطير في الأمر الحي أمني على حسب تجريبة ديلي الدير ثلاثة دي المسائل مسألة دي للأولى أن الناس اللي يديري الإرهاب يديروا المصالحة تبعوني معايا مزيلا تبعوني وتبعوا معايا مزيلا الدير باش الناس دي الإرهاب يديروا المصالحة وهذا خطأ فادح وتلاعب على الدولة وتلاعب على المنتظم الدولي أنا يريت كوكانت الإدارة دي للسجون تقدر تقنع هاد الناس اللي عندهم توجه متطرف أنهم يرجعوا على هذه الطريق طوحد فينا لا يريد التطرف ولانته لا يريد العنف لا يريد التطرف لا يريد إن توفر عنا لا يريد التطرف لا يريد الإرهاب نحن ضد الإرهاب ضد التطرف والعنف ليس للأشكل ومن ضمنه العنف ديال الدولة أو للإرهاب ما يسمى إرهاب الدولة في العالم إن الإرهاب تخلعي بالله أرهب لي شيء جاءني أخاف الإرهاب نحن ضده ولكن يريد أن الإنسان يدير المصالحة هو مقتنع بالمصالحة غلط مشكلة ما يغلط الله يقول لو علم الله أنكم لن تخطئوا لذهب بكم وأتى بقوم يخطئون فيستغفرون أخطأت نقول أنا أخطأت ولكن باش يدير المصالحة باش ما يبقاش مكروز تم باش ما يبقاش مجيف باش تقول لي عنده واحد واحد المتياز دي عشان المتياز قد ضحكوا أنه يمشي الكرتي يبقي طيب بري ردتي حتما في حي الأمن ما كيش الطيب كيجيبوك الجيز بقي يخضر بحلقة والله ما تحف كرشي لا الجز ولا الحم طيلات عموط الشور الله ما كنا 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 على الخضراء الخضراء كتجيب على المرة تطاب القشور بحل بقرب تكون مع رأسك والله يقول لله أرجعوا الكاميرات إذاً غيمشي هاد المتطرف غيدير المصالحة والمندوبية عارفة أنه مدير مصالحة أنه عايك يكذب ولكن المندوبية عجب أكذبه لأنه يتايا كتكذب على الدولة باش كتكذب على الدولة نحن قدرنا نصلحو هاد الناس ياريت تقدروا تصلحوه ياريت ياريت تقدروا تصلحو هاد الناس وأنهم يديروا المصالحة بالفعل يقولوا ناس انتمجوا في مجتمع ولكن باش يدير المصالحة باش يميش يقلي البيض ويطيب بالردتي ومن يخرج نشوفوه كيرجع في خلايا أخرى كان في الخلايا دي العباس ولا في الخلايا دي الحميدة هذا هذا ما مرجعش التوجه اللي عنده فراسه على الفكر المتطرف هذا باقي يحملوا في داخلي الفكر المتطرف ودك المراجعة اللي يدير هو وسيلة باش يفلت من البطش يفلت من التعذيب النفسي يمش يتوافح الناس يقدر يهضر ثلاثة المرات في السمانة بدل مرة عشرة دقائق من الاثنين الاثنين يهضر ثلاثة المرات او الاربعة او ما عرش حل دي المرات ويطيب ديك ويزدتها وقليل ببيضات ويجيب الخليع من الحقود ويدير البيضات والخليع أنا سميته المراجعة البيض والخليع ولأجله أنا كان طلب احتم الأجهزة الأمنية يا الله تل أجهزة الأمنية أبحثوا فاتش شوفوا الستاتيستيك اللي عندكم ما حال للناس داروا المراجعة وما حال للناس رجعوا بعد ما داروا المراجعة رجعوا في خلايا إرهابية وبحثوا معهم وقلوا معلش درتوا المراجعة ورجعتوا وتقلبتوا ومشيتوا الفكر المتطرف له الدم إذا شنو؟ بحثوا واش أنا تزيّر بنا هدم أشي واحد آجين أقولكم دابا واحد ما كيصليش أجي عندو أتقول له إذا ما صليتي نخلي ضربك ما ينود يصلي بلاوضو ويصليه على جانبه إذا شكلك يديد نوب؟ أنا أبوك عمره ما قل لي صلي صحة الله يهديك أولدي الله ما يقول لي صلي واحد ما رسولت وقل لي صلي بجانبه وتما موضيش حيتخايف مني تخاف من خلقك إذا هاد الناس ياريت 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 كو كانوا يديروك المراجعة عن قناعتين واقتناء والله تنصفق ونحيي المندوبية والله تنحييها ولكن بش يدير المراجعة بشي طيب البيض وخلع لا إحنا ما نضحكوش على الناس وما نضحكوش على رأسنا الموصيبة أنني كنزيد ونكرههم وكنزيد ونسخطهم وكنزيد ونخليهم يكفروا على الدولة ويكفروها ويقول لي والله تتعطاتهم الفرصة يدبحونها كامل أنك رحو الحق الحق القلوب ديالون كحالة بدك شي بيشافوه تاني مسألة على جدارة الأحي الأمني الناس اللي كيهضروا على حقهم داخل السجن الماكلة خيبة الماكلة خيضة خيطت فيقنا البق سير أخوي تكمش متقاشي تشوف الماكلة قال الله لا شربت يدك آتيك والله لا للبستي حويجك والله لا للبستهم السليبك يجيبولك حشاكم صغير أنا عام وثلاث شهر ما للبس السليب ألبس هذا السر والحشاكم لماذا أصغير السليب ديال البنادم ديال 16 العام ولا 18 العام غاللبسوا أنا وفيه النيلون والله العظيم حال المرة أبغيت كان ندوش كان عمل ذلك الكيلوتات وكان يقول لي اللحم ديالي يزرق كيطلق النيلاء كيطلق النيلاء في حال ذلك النيلاء اللي كيديرو سهراء إذن أبغيت يا أخوي تهدر على الماكلة أبغيت تهدر على حقك إذا تعدى عليك شي موظف وقلت يغسك تدعي الموظف وتابع الموظف لا أخوي سير الأمني ومغا تتابعته واحد الله لا أخرج لك شي براء حاجة أخرى دا يروع على صاحب اليوتيوب اليوتيوب أدخلتي والله يبدي أخوي لأعطيك مادة داسي ما بشت شوف شكل يكيدير وشكل يكيفعل وشكل يكيد وشكل يكيدوز الناس بالتليفونات السير أخوي ما تجي تخرج وتهضر علينا أقول تعدى عليك يا ولكن ما تشتوال ومشتش الفاساد أو لا تشتش شي حاجة أو لا تقول شي حاجة أو لا نعطيهك واحد مادة داسي ما تخدم عليها هذا هو الحي الأمني عصم الفونتي على الشجر الأمني أنا أقول لكم الطريق اللي قال لي هو وبناء على الشيكاد واحد الموظف كان جاب له التليفون موظف جاب له التليفون حصل عنده التليفون من السيد ميسر عليه الله ومنا دعوا مفرخانا جاب التليفون قصوه يتواصل قصوه يحضر السؤادة لكن الموظف حصل قلهم الموظف اللي جابوا لي أنا جابوا له بطبيعة حل ما غير يجيبوه لش بخمسين الفرنك أو ثلاثين الفرنك باش تكون في الحبس دابة في السجون دي المغرب دابة أنا مليكنت في القناة ترى التليفون كان كدير ستين الفرنك بشيت لمولبرقية وكدير سبعالف درهم نوقيا دي المئة درهم إذا ندبه في هالضروف هذا التليفون بجرد المليون ثلاثين المليون يقدر يجيبو له الموظف سهل يدخل مثلا إذا بغير يدخل إذا بغير يدخل ما أقولش أنه إذا بغير شي واحد يدخل سهل يدخل سهل ثلاثين المليون ثلاثة عربعة الناس يتشاركوا في إدخال دياله وكل واحد غير دي الناصب دياله من اللي يهدر على الموظف هزدك الموظف بدا هو يتعرض المضايقات وعلى حد ذكره أنه اللي يتعرض وحد المسألة الأخرى ديال المدير يقيدوا هاد الشي متبوت عندي أنا في الشيكيات اللي دار اسمته عصام أو العائدة ديالعصام بهاد المدير وكين شي مسائل أخرى أنا ما قدرش نقول عرتي علاش شي خوفان والله ما خايف وإنما سيطلب مني كين شي شي مسائل خطيرة عنده معلومة خطيرة أن ناس تعملوا معاه وناس دون عنده الفلوس وكين ما يتبه ذلك هو بغي تقول هو بيدو القضاء إذن بالنسبة للعصام الفونتي مهار 26 فهد الشهر عنده جلسة أخرى ديال المحاكمة في التحقيق في التحقيق في المحكمة البتدائية يلف اس إذا كين شي ناس حقوقيين كين شي صحفيين كين شي صحفيين ديال بالصح يمشوا تبعوا أشي كين شي محامين باغين كي يبغيوا المغرب شوف إذا بغي تي المغرب أحتي شنو؟ إذا بغي تي المغرب تحقق العدالة تحقق العدالة أنا قلت الاتحاد الأوروبي أو لا البرلمان الأوروبي أو لا الجزائر أو لا اسبانيا أو لا فرنسا أو لا لا اسبانيا لبلا فرنسا أو لا هذا فرنسا أركمتما لك تعطيوها باش تبززكم وحق الله العظيم شوف الأستداء من أبو عيش والله العظيم كو كانوا الناس ديالك ديالك وخدمتهم والله ما يقدر شي وحدي بتزد المغرب شوف السيد رئيس النياب العمار اسمعني السيوهبي السيد وزير العدل المحترم أنا كنعرف حقوقي قبل ما تكون وزير العدل ولكن للأسف أولي تخايف أنا كندعي معك على الله تبقى كما كنتي شوف راهو الله العظيم مجموعة المسؤولين كيتحملوا المسؤولية كاملة الكاملة الكاملة فيما يتعرضوا لهم مغربوا من هجوف ثم كتعطيوهم ديك ذو مجانا 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 بجلس الوطني ديالحق ديالحق إنسان ديالشغله نقدر نعطيكم واحد موقارنا بالسيطة أنا هنا في الجهة ديالشمال الأستاذ السلم الطوض مديرا الرئيسة الجهوية المجلس الوطني الحقوق الإنسان أعتزوا بكون هذه السيدات تنتمي إلى مدينة القصر الكابير لماذا؟ حقوقي بانتياز والله العظيم هي والأستاذة النجار واحدة المجموعة الأستاذة تماما قصم لك بالله كان قصم لكم بالله وكتبت تدوين على الفيسبوك أن ساجين قاصر السيجن ديالطانجا كان يغتسلوا بالماء البارد تدخلوا عندي المجلس الوطني اللي يجي هوي الحقوق الإنسان ديالطانجا قالوا السيد غير الله يخليك بغينا تعطينا معطايا دقيقة على هاد الساجين اسم ديالو ورقم الاعتقال ديالو ودخلوا في القضية ولكن المجلس الوطني الحقوق الإنسان ديالطانجا السجن المحلي راس الماء والحي الأمني كما الحجوج كما الحجوج كما الحجوج يعاني داخل السجن وآخرون يعانون ولكن ما نقدرش نهضر عليهم بالأسماء لأن ما عندي شي حاجة اللي كتبت أنهم قدموا شكايات قدموا شكايات قدموا شكايات هاد الشيكايات اللي توصلت بها خرجتها وبحتفت بها للذكرى ولي إرسالها للجهات المسؤولة أنا ما نبغيش نرسل على هاد الناس منظمة خارجية يعني المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولكن على قضية ديالي أنا غنكتب للسيد الرئيس أو المفوض السامي لحقوق الإنسان وغنكتب للسيد المقرر الأممي لمناهضة تعذيب بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان وغنرسل رسالة باللغة الإنجليزية أنا ما كان نتقنش اللغة الإنجليزية ولكن كين واحد السيد غيكتبها لي وغندير رسالة باللغة الإنجليزية للسيد بايدن وغنرسله في الباريد الإلكتروني ديال البيت الأبيض أول في السيد دياله غنطلب منهم أنهم يديروا خدمتهم وغنطلب من السيد الرئيس الأمريكي أن قل له هكا أنا ما نبغيش أن أموال ديالدا في عدة ضرائب من أبناء الشعب الأمريكي توجه في غير محلها يعني الله يجازيكم بخير تسردوا الفلوس المندوبية للسجون باش تأنسن ضروف الاعتقاد والاعتقال الله يرحم لكم الوالدي ولكن إذا كانت بتومة أو لانتاسي بايدن حاربتي الفكرة دي الوجود معتاقل في غويتمو اللي هو غوانطانامو والأقفاص الحديدية التي يوضع فيها السجناء ومعندك شي شي حمس أمريكا اللي فيه القفوزة الله يرحم والديك ما تعطيشي المندوبية للسجون الفلوس باش تديرنا القفوزة الله يرحم لك الوالدي راه أنا خرجت منها ولكن الناس أخرين يتعذبوا الله يرحم والديك أعطي سيديك الفلوس لوزارة الصحة يديروا شي مستشفيات في الدواور يدخلوا الموضة الدولة في الدواور يعاونوا التعليم باش يقولوا عنا تعليم مقاشم كلاسيفة في الأخر دي القيطار يعدلوا باشي قناطر الشيطرونة مزيانين ويعدلوا باشي حاجة المهم قضايا دبرونا يعدلوا باشي محطات ديالتحلية ديال الماء البحر ولا الماء ديال تطهير السائل ولا البوغلي بالكحل المهم أعطي الفلوس شي حاجة ما توقاش تطهير السجون لأن السجون والله العادي مدك الفلوس ديالك ياخدوا الفلوس الميريكان ديالاتحاد الأوروبي وديال منظمة الأممية لحقوق الإنسان ولكن للأسف كنشوف أن السجون ديال المغريب وكان هضر على الأحياء الأمنية باش نكون واضح رولات شبيهة بالسجون ديالراشيد وديالرابوني لكن السجون في المغريب ممنوع فيها الكلام وتصوروا معي أيها الإخوة والأخوات تصور الإنسان يدوز عام عامين ممنوع لهذا والله تخروز زيزون والله يابوه يزال priorities يكيبي hunter لأن هضر معي يخبروني شبني الم ghosts الآن solo يهерв هو لينقرب له يمجب وهم يخبرونه ليصنع لينقرب رجل كبير اسمته سعيد دووز عشرة سنين ديال الارهاب وخرج من الارهاب وجابع وتاني مدخرة في إطار شبكة ارهابية والله الى كبر ودابة دار المرجعة وكان طلبنا كان طلب إذا كان شي مسؤولين كيتسنته الله يرحم ماليدكم وقفوا مع ذاك السيد لأن والله العظيم عزاليا رجل كبير ومرأت كبير كبير في السين ومرأت عصر شنين في الحفز راما سهلش ودابة عشر سنين أخرى دووز من ستة ولا سبعة ما عنده فكر قمت سابقه كنت قدرت تهتب في فكر دابة دار المراجعة وكم دون أنه بالفعل هدك السيد غيدير المراجعة هو مقتنع لأنه مابقتش عنده الصحة حتى الفكر اللي كان كي آمن به شافوا أنه على الأرض الواقع ما غيجيب الوالو مسألة أخرى كينش في ناس والله العظيم مشوا بالخطأ والله هنا على الفقر الفقر شقال عليه سيدنا أبو بكر لو كان الفقر راجل لله قتلتهم عافته سيدنا أبو بكر واشي واحد أخر الفقر كفر والله العظيم واحد دوولد عزاليا مش شامل دي المغرب قل لي يا سي محمد أمي محمد كانوا تقريبا واقعي لأنا وديك سي سعيد اللي كبار فيهم تماما يا أمي محمد الله يرحم واليديك قدم لي شي رسائل دي الاستعطاف الجهات والجرائد وهذا بش نخروج بحالي ما قادرش يمسكين على عشر سنين أشوق على هاد سيد بغي يعاون أمو بغي يعاون أمو الفقر والحراب شوف راح نمو نشوف الضروف للناس شوف الضروف للناس اللي راح بجلوم واليدي بغي يعاون أمو مالقامي ديل قل لي عيد لأبلو طوش زمان نربح عنده آمل أنه يجيب واحد من ناصيب دي الفلوس بشي بشي يعاون أمو دوي راعي في نسكنوه يكون عنده مستقلال هدا ماللي ما هدا طارو به الخوت ديال من هاد المساخة الوالدين لكي يجندوا عباد الله هو في براء وهارب في سوريا ولا في بوكي نفسوا وكي يتراسل مع عباد الله أجي وجهدوا ما عرف شنوه سيد شاف الفلوس قالوا له غنعطيهوك الفلوس أبغا تجي لجناب لما عشان ندخل معهم ندخل معهم مدروالو مادة تدرهم جاب عشر سنين ندخل معهم جاب عشر سنين أنه هو داخل هو كي عطارف ماشي ولكن عاجز دخل أنا ملقاش بالله ياخوتي لما كنشي مأسي بالله عبتي ديك الحي الأمني سمعت في قصص والله تتبكي الحجر والله العظيم الناس هو دات هاربا عبتي على شهاربا عارفين أن داعش ما تم شيء عارفين أن تدكري ويدي على كل شيء يا أخوة ولكن مضطرين نعود لكلكم واحد المرأة ما كنشي شيء مرأة اللي كتخلج للباغة والدعرة ويكا تبغي الدعرة ويكا تبغي تبغي على الحمد يالا ولكن الضغوف الضغوف الحرام هكاك هالناس كين ناس كين ناس اللي متشبعين من الفكر الإرهابي هادو ما نهد روش عليهم هادو ما فيهم ما يتصلح ولكن كين ناس ضحايا هادو ما نتصلح لكي صارق مئة درهم نعطي للموقت لدراسة فلاقة سيمان ضحايا وطلق ما يمشي بحاله أنا غنزيد وعد تكاليف على عائلته للحبس ولكن من يشوفوا رئيس جماعة مسؤول صارق لملاير وكي ياخد صارح موقات انا سمعت واحد المسألة سمعت في الراديو انما كانش عن التليفزيون تمعت مع الراديو وتصمت على بيلة المرميد وعلى حالة الطقس وعلى فرحانة وعلى أداء مو يملينا موال فيندرش وسمعت ذاك ميد راديو في الليل كيديرو جاليل مع الجاليل ساعة فرحانة ويديرو مع سميته مع الهرداء وقيصاص ومآسي سمعت مآسي سمعت مآسي سمعت مآسي والله يتتهرس الحجرة تفتو هرب لي الموضوع عفتي علاش لأن مني كان مقام فكر ذاك أنا أول ليلة بها البارحة لوزتها والله يمنعست قولوا لي علاش منعستش منعست لأن حدثت ظروف عائلية جديدة خلتنين بدأ منزروا منتحت الزيروا شوية منعشت تلت سعود الصباح دليوم لحضاش نطس أنا عز جوز ساعة كان فكر في ذاك الناس أنا عز في الضار دي العائلة عندي استقلالية من نوض ندوش قاعو هذا ناكل مع تفروج نجي بالماكلة أولا هذا كان شوف ناس كيفاش عايشوا كيفاش يعيشوا وكيفاش غيريشوا في الأيام الجهة ولي أجله باش ما نطورش عليكم كانت منى أن هذ الفيديو يتبرط على أوسع نطاق وكانت منى أن الضمائر الحية تاخد بيدك الناس أنا هضرت على عصم الفونتي وكان قلكم نهار ستا وعشرين فهذا الشهر كنا محاكمة وهذا المحاكمة غتبين أن كنا تلعب كبير على القضاء من طرف مدير للسجن اللي ترحل تم نقلوها من ذاك السجن وكان تغيير الحقائق وتدليس بعد التقارير والشيكايات المرفوعة أو التقارير المرفوعة للجهات القضائية قصة هذا الشيء يتبت فيه الله يرحمه يديكم الصحفة سيروا تحركوا الحقوقين سيروا تحركوا الناس اللي عندهم غير على هاد البلاد سيروا تحركوا ما تكونون ساكتين على الحق لأن الساكتوا عن الحقي شيطان أخرس كامل حجوج كذلك تكرفص 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 وذاك يقول الله ما دير تكرفص ونفسه حر وخدم كيعاول لك كيخدم اسبانيا وعلى عائلته وعلى عدده مو مسكينة واحد السيدة أنا هضرت معها في التليفون اليوم مو واحد السيدة شنقول لك مو كافحة لأنك تكافح مع ولداء إذا بعيدش عيسي من في التليفون يخسر بعض المرات التليفون يكون عنده بشي عطل مع الشركة أنا كينو واحد الشركة تليو هي اللي كت مكلفة بالهواتي في شركة إماراتية جايبين هالمندو بيسسجون وحنا عنا إنوية عنا أورونج عنا اتصالة المغرب اللي هي مونوبول وجايبين شركة إماراتية من لتبغيت وقف الخط كتوقف عيكا ما كيعيط لاش كتجي مسكينة وكتدعيها كأحد المدير كتطلا يخذ الحق عيكا ما تراصل وعندي شي كاية ديالها وعيصا من الفون تيريا ما يراصل وعندي شي كاية ديال وحتي طواني مسكينة ما را خليته مضرب على الطعام كيدر إضرب الشهار كيف يدع فيه كي يجي عندك الوكيل لعم أو للوكيل المالي كيف يطلق ولا ما تطلقش وزا ما تفتح الإضرب سكدروا الناس حولوا العباد الله را اللي تعدى عليها عباد الله سوف يتخلص شوف القانون الجنائي را ما فيش للفقراء فقط ما فيش لغير المسؤولين القانون الجنائي كيقول لكم في جميع الفوصول دياله كل قاضي أو موظف عمومي ارتكب جريمة يعاقبوا بالعقوبة الأشد بدأ بالقاضي وبدأ بالموظف عاد نجي المواطن العادي إذا الله يرحم وليدكم أنا هذا الفيديو درته خاص على ذلك الناس وهذا الفيديو كنقل فيه وبأعلى صوتي أنخذوا ذلك الناس ديال الحي الأمني وغندر تنسيقية بإذن الله ندر تنسيقية ديال تنسيقية الوطنية للدفاع عن ضحايا الأحياء الأمنية بالسجون المغربية وإذا كان شي محامين بغين يخدموا بالصح را ما بخصناش الفلوس أنا قساما بالله الله ينعج دبوا الفلوس بغين أن الناس تأخذ حق بغين الناس ما تكراشت البلاد الله يرحم وليدكم الله يرحم وليدكم إذا أليس فيكم رجل مراشيد ربنا ستعداب تعداب تعداب السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله وإن شاء الله قد نطلقه في الحلقة الأولى من الجزء الثاني من رحلات العذاب واش من عذاب يا أخوتي اش من عذاب والعداب اللي تكلل بلات هذه الأحداث في حياتي الحدث الأول هو أنه ماتت للوالدة و29 يوم دخلت للحبس الحدث الثاني هو أنني أهضرت على الطلاق للشقاق فإذا بالزوجة تقوم بسطليقي للشقاق والقاضية اللي حكمت وكأنني جرب كأنني فعر ما استدعتني شيء قبطته حكمت عليها بسطليق صافي بسلامة بسلامة علما أن القانون كيقول أن القانون كيقول أن الزوج وقت تطلق الزوجة إذا كان في الحبس إذا كان محكم بمدة تزيد عن السنتين أنا محكم بعاموس قامت القاضية عشان قل القاضية عجيبة وغريبة قامت بتلقي بوحد البساطة وكأنني فعر هذه مسألة التالية مسألة التالية بلا ما نقول لكم دفع نخليوا شوية خليها شوية واشغن قل لكم تحياتي واشتقت إليكم كثيرا 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 والله اشتقت لكم بزاف وحسيت حسيت أن كنا ناس في الخافة كتبغي لي الخير والله علما أن بزاف دي الناس العائلة ما بغت ليش الخير ونقول لذيك الحاجة التالتة هي أختي دي كنت كان حسب الوالدة تخلت عليها ومشت عند ولادة الأمريكا وخلتني طيلة عام وطل شهور ما جاء عندي التواحد مرة تلقتني والأخت دي كنت كان اعتبرها أم سمحت فيها ومشت غلبت ومصلاحة دي الوليدات تمشي عند الوليدات الأمريكا كنت مقبل الوليدة الوليدة تدهله إذن هي أشياء تقبل الحباس خنز الكلب يبقى في الحبسان التصافي الخاي كان هذا مليح دايا وره هو مدور الحركة ويجعل ويفعل ويفعل وسميته ويخرجني وهذا يجي مبوس لرصي يجي بوس لي رصي ولكن هذا وفي الحبسان يمقى متبعنا في زيارة سير عنه الخلي أعطي أمطرق ضربوني بزاف الوليدة كنت الحلقة دي اللي باقى فيها ان قصرت معاه في واحد الجانب المرة طلقتني واحد طريقة مهينة ختيت سمحت في واحد من منار في العريش هود من كنت كنا نسكن في بلاسة فقمنا بلاسة وقبلتنا بلاسة في أربعا البلايس في الغرفة هود من البلاسة ضغط السلوم وهوت على السلوم الأخر طاحوا للسنان كامل وفم ولا قد هك يلا عدا كي ما قدرت مش نصوب هم دا با حيث كين شي تهريست فيهم با قين كي تزعزعوا صور عام وشي حاجة عام تقريبا ما يقارب السنة وما باقي شي وحد كي تزعزعوا إذن أخوتي ما ونطورش عليكم ما نقدكم كيم ما يتقال وكين أمور الخار سنحضر فيها بكل جرأة وبكل حيادية وقاسما بالله ما نطيح الباطل على شي واحد قاسما بالله العلي العظيم من أدي شي واحد وما كان شهرش أنا بالناس أنا كان نحضر على الحق وغندير دعاوة وغنحضر على الناس اللي تمنوني وداروا في التقاء ورسلوا لي ما يثبت نحضر معهم لأن أنا عاشرتهم وصرفوا في الخير وما نقدرش نخونهم وما نقدرش نخون أي واحد كنشوف أنه محتاج لمساعدة وهذا الدور ديالي كإنسان قبل ما نكون لا عربي ولا مسلم ولا التحجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي وقبلة الحر للجميع